موسيقى حتى ما تزعلوا مننا ما فينا نقطع نهار بلا كارمن سوراح نمرق هلأ حلقة كارمن لليوم والأبراج موسيقى يوم الخميس واحد أدار مارس شهر جديد ويمكن حتى منطلقين مع تأثيرات الفولمون لأنه اليوم الأمر موجود ببرشة العذراء عم يواجه الشمس الموجود ببرشة الحوت اليوم وبكرة أصلا بكرة فجرا بيكتمل الأمر بيصير بدر فخلونا نشوف هنهار كيف بده يكون أول نهار بالشهر الجديد البداية مع برشة الحمل تأثيرات هذه الفولمون نوعا ما بالنسبة لألك بتزيد عليك الضغوط الضغوط الشغل اليومية الروتينية بتخليك تحس أنك معا بتلحق بتحس أنه في شغل زيادة عن الزوم مع أنه بالنتيجة إذا بتفكر فيها بتلاقي أنه الشغل هو نفسه ما تغير شيء مطلوب منك إذا تكون رايق أكتر عارف حالك شو عندك وتمشي بطريقة كتير هذه منعا لحصول أي التباس أو سوء تفاهم أو خطأ يلي معقول يصير اليوم ما احتمال أيضا يكون في مسائل صحية عابرة الأكثر تعبن هو مولود 16 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور بعتبر هيدا نهار ممتاز بعتبر انطلاقة الشهر الجديد عدار مارس ممتازة بالنسبة لألك أضف إلى ذلك تأثيرات الفولمون يلي تفعل كل هالتأثيرات الإيجابية وكأنه صارت دوبلة يعني هي مضاعفة أجواء ممتازة بترافقك ما تخلي هيدا نهار يمرؤ مرور الكرام حاول بهيدا نهار أنه بدل خطوة تاخد خطوتين بدل الشغلة تعمل شغلتين الأمور الصعبة يشتغل عليها اليوم لأنه بتحرص تشغل عليها اليوم الأكثر حظا هي موليد نيسان أبريل 14-15 أيار مايو تكمل مع برشة الشوساء بالنسبة لألك اليوم مولود برشة الشوساء نهار بتحسه منه ضابط يمكن بتقول أفل لأنه أول شهر مبلش أول شهر يعني قدامنا بعد شهر طويل يعني بتاعتها لهم بصراحة هو تأثيرات هيدا الفولمون يلي مخلتك نوعا ما تكون مزاجة أكتر من الزوم ما احتمال فيه احتمال أنه تكون في بعض المسائل الشخصية عم تغلي أو يمكن عم تطلع على السطح عم بتبين فبالتالي يكون حذر أجواء شوي معقولة تتأزم أو يمكن هي مضخمة فيها تكون مضخمة أو متأزمة بلى الزوم ما فيه لزوم لألا فكون حذر بالتعاطي مع هالأمور بشكل خاص مولود 11-12 و13 حزيران يونيو أنت الأكثر انفعالا مكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان بعتبر أول شي هيدا شهر ممتاز بالنسبة لألك رائع من أوله لآخره وبصراحة أذار أفضل من كينون الثاني وأفضل من شباط فبراير إذن من الأول أو حتى لألك كمان من الآخر شهر ممتاز أنت لقته حلوي كتير كتير أضف إلى ذلك أنه هالفولمون يلي هو المون هو كوكبك الحاكم اتس فولمون أمر بدر من برج صديق لألك معناتك كل التأثيرات يلي رح بتوصل لك رح بتكون فعالة إيجابية بناءة جدا جدا وبتعطيك القدرات الأفضل لديك وبالتالي نهار ممتاز ما تقولوا أنه يفي فولمون أنا دائما بدي أوقات بيكون فولمون لا لأنه أوقات الفولمون بيكون إيجابي بتأثيراته مثل اليوم مولو برش السرطان واحدا بيقدر يقف بوشك الأكثر حظا 15-16-17 تاموز يوليو كمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد تأثيرات الفولمون عندك بتخليك نوعا ما تكون حساس أكتر للموضوع المالي بأي معنى يعني بتبلش تدق تبلش تشوف شو عم بيصير مرة عليك شهر شباط بين الليلين تلوعك تلوعك يعني حسات اللوعة بهيدا الشهر فواصل انت عشهر جديد واخد قرارات حاسمة إنه بدنا ننتبه على المصاري بدنا ننتبه على المصاريف من أول الشهر يمكن هادي نقطة جيدة كونك حريص لكن طبعا كل شخص حسب شغله حسب عمله حسب موقعه يمكن انت اليوم حريص أكتر على النتائج اللي بدك تخدها النتائج اللي بدك تقدمها وبالتالي الامتحانات الشغل الوجبات اليومية كل اليوم انت عم تفكر فيها وتتخبط فيها وما في لزوم بتاعتها لهم أصلا الأكثر حفظا 19-20 أب أغسطس بكمل مع برشة العذراء مولو برشة العذراء مولو برشة العذراء انت بتعرف انه شهر أدار مارس هو شهر مش هو شهر متعب هو شهر تحديات وكأنه بالنسبة لمولو برشة العذراء بيحس حاله يا الله كل شهر كل مرة شهر مارس بيجيب المتاعب الفحوصات هو صحيح في كتير ناس عندهم المت ترمز يمكن موجودين بشهر أدار مارس لكن موجودين عند كل الأبراج لكن بالنسبة لألك بتحسها انه هبوصة كبيرة بتحسها انه التقل كبير متطلب ليش؟ لأنه انت مهايبر ومهايبر بطريقة نوعا ما منها القدي مدروسة منها القدي مضبوطة ضبوط حالك بمعنى انه كون رايق كون واثق من نفسك مثل هيدا النهار الأمر موجود ببرشك عم يعطيك طاقات هائلة قادر اليوم انه انت تشيل الزير من البير لكن انتبه ما تشيل الناس بدربك هالفلمون معنى انه في شخص مقبيلك في جهة مقبيلك مش انت الحاكم الامر والناهي هو انت الامر والناهي لكن بدك تنتبه هالمرة على الناس من حولك الأكثر حظا هي موالي شهر أب أغسطس كمل مع برش الميزين مولود برش الميزين تأثيرات هيدا الفلمون منه على زوءك ما رح تخدم مصلحتك لليوم ولا بكرة وبالتالي بدك تكون حذر بتأدمك انت لقت الشهر منه جيد إلا للأمور كتير بسيطة ما بدك تشغل عقلك وما بدك تشغل حالك اليوم وبكرة معلش قول انه هيدا الفلمون عطيك بريك عطيك استراحة وبالتالي ارتاح شوي خطط للشهر اليوم اكتفي بأمور بسيطة 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 وما تعرضك تافك الأقل حظا هي موليد شهر سبتمبر بنت إلا برش العقرب مولود برش العقرب بعتبر هيدا الفلمون ممتاز بالنسبة لألك يعني النجومية التقدم التطور التميز انت شخص استثنائي اليوم تأثيرات الفلمون عم بتتسلط أو عم بتسلط الأضواء على ميزاتك وخصالك الحلوي الجذابي هيدا اذا ما بنرجع لورا ونقول انه مولوب شو العقرب يكيل هيدا السنة هو هو القشوش هو الاخد كل شي هو الربحان ربح كل شي فاليوم نحن عم نعمل زوم اكتر مليئ انه هيدا نهار ممتاز بالنسبة لألك فما تأثر لكن برجع بقول لك الحظ رح يساعدك فما ضروري انت تزيده ما تكون أوفر يعني بيهدوء وبرواء بتاخد اللي بدك وحب تمسك على اكتر حظها 12-13-14-15-15-16-17 نوفمبر تشرين الثاني كمل مع برش القوس مولود برش القوس هيدا الشهر شهر شهر لا بأسة به منه مثل الشهرين اللي ما رأوا اذا بدك تفاصيل فيك تاخد تفاصيل اكتر عندي بالكتاب او حتى على اليوتيوب تشانل بالنسبة لك اليوم تحديدا عند مولود برش القوس في ضغط مر عليك اليومين الاخيرين من شهر شباط فبراير كانوا سهلين شوية نسبيا اليوم عودة للضغوط انت لاقت الشهر منا سهلة ضغلة ضغرة من طلوع الضو مولود برش القوس امام امتحان وامام واجب وامام مسئولية بدك تأديها بافضل طريقة ممكنة مع احتمالكم فيه مزاجية واحتمال تكون العلاقة مع احد افراد العيلي كون حذر جدا تبه من السرعة كليا من التهور والمشاكل 13-15 ديسمبر بنتقل لبرش الشدي مولود برش الشدي تأثير الفلمون من برش صديق لقلك برش العذراء بيخليك تكون انت شخص مميز شخص استثنائي الجو رائع ممتاز اليوم وبالتالي اليوم مولود برش الشدي بنحسب لك حساب منافستك اليوم صعب جدا انت رابح بتقدر تربح لكن تذكر اذا عم تسمع الابراج اللي مرأوا فيه كامبيرنا كامبرج منه نهينين ابدا لكن انت تعتبر من الاقوياء الحظ لجانبك وتقريبا فيه اكتر من باب بيفتح بوجك فلحق حالك الاوفر حفظا موليد ديسمبر مع انه تأثيرات صحة المعقول الطال موليد 29 و30 ديسمبر فكونوا حاضرين بنت ايه لابرش ادلو بالنسبة لابرش ادلو هيدا الشهر منه سلبي لازم تعرف انه هيدا شهر جيد ختمت شهر شباط فبراير اخر يومين بطريقة يمكن انت ما كنت راضي عنها اذا انت بيرفكشنست وبدك كل شي يكون مضبوط اليوم الانطلاقة هي لتسهيل الامور واللي عادت بدك الدوزن من جديد الامور لحتى ترجع تنطلق على السكة الصحيحة لانه شهر ما لازم يتضيع اليوم تحديدا عم تشتغل على ترتيب هالطريق المسار وكانك عم بتحط اجندة لكل هيدا الشهر من اليوم ورح تاخد بعين الاعتبار تفاصيل كتير مهمة ومطلوبة منك بهيدا الشهر سواء كانت معاملة سواء كانتورة اليوم الاجندة عندك رح تكون مليانة بمعاملات وبانشغالات وبمسؤوليات ضرورة تشتغل عليها ادارية او حتى مالية الوفر حضنا 12-13 شبهات فبراير مكمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت هيدا الفلمون عم بواجهك هيدا الشهر لألك هيدا الشهر بالجيبي هيدا الشهر بيعطيك القدرة لحتى تشيل وتحط وتقرر شو بدك تعمل لكن انت لقيت الشهر تقللك stop في انا انا يعني شخص جهة معينة واجب معين ضرورة معينة ففي اشي لازم تشوفها باما العين مشان هيك الامر فلمون نضوى عليها ورح بتشوفها فحاول انك ما تجي هلا في مزاجية لكن ايضا في احتمال يكون في شراكة جديدة وكأنه هلأ فتحوا عينيك وعم بتشوف انه صارت الامور افضل لمشاركة شخص او جهة معينة بعمل ما يمكن ارتباط مهني عاطفي او حتى دراسي الاكثر حظا هي مواليد 11-12 و13 ادار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هايدي السنة بعتبرها سنة كتير مهمة هايدي السنة معقولة تحمل لك ارتباط زواج او فك ارتباط او احتمال انك تبلش تفكر كيف بدك تتعرف على اشخاص كله اذا ملاحظ كله العلاقة باشخاص اخرين لحتى حياتك تفتح بهيدي السنة بعتبرها سنة كتير مهمة ورح بتشوف انه في شيء جديد عم بيدخل على حياتك الدراسية والشخصية وايضا المهنية ادار مارس موزيوليو نوفمبر هني افضل اشهر الى اللقاء بكرة براجة جديدة باي باي